احتفلت محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمية من أمام معابد الكارنك والذي يقام هذا العام تحت شعار إعادة التفكير في السياحة وبدأت الفعاليات من أمام معابد الكارنك بعدد من العروض الفنية والموسيقى الفلكلورية وسط جموع السياح والزائرين كما تضمنت الفعاليات زراعة شجرة تضامنا مع مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 الذي تصطفه شرم الشيخ بمشاركة لدول العالم طبعا مدينة الأقصر من المدن العالمية اللي برضو بتنتهج نهج كافة المقاطر السياحية لإبراز المنتج السياحي والأسري وجودة المنتج السياحي والأسري وتفرده يمكن النهاردة عملنا زراعة شجرة وكان بيشاركنا فيها مجموعة من السائحين المتواجدين معنا هنا في معبد الأقصر وكان دقيهم طبعا سعداء بهذا النشاط أنه هم بيشاركونا زراعة الشجرة هنا مستعدين بكل توجيهاتنا في المعابد والمقابر وكل المواقع الأسرية في محافظة الأقصر على تم استعداد لاستقبال كافة السائحين ويمكن برضو إحنا لزيادة التوعية واحتفالنا بهذا اليوم كان فيه قرار من مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ الدكتور الأمين العام بأنه نفتح مواقعنا كلها مجالا لمصريين وأجانب المقيمين وعرب وأفرقة